لمخالفتها شروط وتعليمات المشاركة في برنامج سياحة العبور أو البروتوكولات الصحية الخاصة بالحجر الصحي أغلقت وزارة السياحة والأثار ثلاثة مكاتب سياحية وأوقفت تسعة عن العمل في سياحة العبور ووجهت انذارات وتنبيهات لسبعة عشر مكتبا آخر وزارة السياحة والأثار قالت أن المخالفات جاءت لعدم التزام المكاتب السياحية بمكان إقامة المجموعات في المنشآت ولتركهم دون مبيت وتأمين مكان إقامة مسبق لهم إضافة إلى عدم متابعة المجموعات خلال فترة الإقامة من قبل مندوبين مكاتب وعدم التزام المنوبين ببوعد استقبال المجموعات لحظة قدومهم إلى المملكة وأكدت الوزارة في بيانها أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات في حق المكاتب غير الملتزمة بشروط وتعليمات سياحة العبور حيث بلغ عدد القادمين لغاية الآن قرابة مائة وخمسة عشر ألفا